اللي رحمة الرحيم انا محمد ايمن وهتكلم النهاردة عن مشروع الوايبر اول حاجة هنجيب الابعاد من اين لو فتحنا الموقع اللي عليه الوايبر هنلاقي هنا لينك هنضغط عليه هيفتح لنا موقع في كل البارتس والاسمبلي عشان خطر نجيب الابعاد هندوس هنا داونلود فايلز ونعمل لوج ان هنكتب الايميل والباسورد بعد ما ندوس لوك ان هنضغط تاني على داونلود فايلز هنلاقي الملف نزل لنا بالشكل دا هنروح بعد كده عن داونلودز ونضغط على شوكين فولدر هيفتح لنا الملف هنا هندوس عليه رايت كليك ونفك الضغط بتاعه هنا نفتح الملف هنلاقي جواه كل البارتس جاملة بابعاده بس طبعا عايزين نعرف اترسمت ازاي اول بارتس هو هنبدأ نرسمه بالابعاد بتاعته اول حاجه هنيجي عند الرايت بلين ونقول له نورمال تو ونرسم هنا ريكتانجل من عند الوريجين ونقول له سمارت دايمينشن طول السايت دا كان ب30 والطول من الوريجين للسايت دا ب60 بعد ما حطينا البعدين دول هنقول له اكسترود من عند فيتشيرز بعدين اكسترود وهنعمل لها اكسترود 10 ميلي هنيجي بعد كده عند السطح دا وهنقول له سكيتش دوس سبيس نورمال تو هنرسم تلاتة سيركل واحدة هنا واثنين هنا كل سيركل فيها الدقامتر بتاعها خمسة والمسافة من السنتر دا للوريجين 50 والمسافة من السنتر دا لسنتر السيركل دي ب80 ما بين السنتر بتاع السيركل دي ودي ب20 هنقول له المسافة من هنا هنا بخمسة ومن هنا هنا كمان بخمسة والمسافة دي هتبقى خمستاشر نرجع بعد كده نقول له اكسترود 10 ميلي هنعمل امر فلت ب3 ميلي عند الاتجز دي ونقول له اوكي وهنعمل امر فلت تاني ب3 ميلي برضو الاتجز دي هنخش هنا على appearance ونضغط على السهم ده لايه هنا solid نختار اللون الورانج ونرجع ندوس save تاني كده خلصنا اول part هنضغط فوق هنا على السهم ده ونقول له new ونقول له part بعد ما قلنا له new فتحنا برض جديد هنقول له write plane sketch ونرسم الشكل ده ونقول له المسافة من هنا هنا ب20 والradius ده ب5 ونرجع نرسم دايرة تانية عند السنتر ده ونقول له ان الdimension بتاعها ديامتر 5 بعد كده نفتح عند features ونقول له extrude 5 ميلي نقول له اوكي نرجع تاني نرسم عند السطح ده نقول له sketch normal 2 ونرسم هنا دايرة مع السنتر ده الدايرة دي الdimension بتاعها هيكون 5 والمسافة من هنا الهنا اكد انها 10 ونقول له extrude 5 ميلي نقل له اوكي نرسم بعد كده part 3 نقول له sketch في الright plane وهنرسم نفس الشكل اللي رسمناه المرة اللي فاتت ونقول له البعد من هنا هنا ب40 والبعد ما بين الاتنين line دول ب10 نرسم هنا ونرسم هنا circle في الدايمتر بتاعها 5 ونقول له extrude نسافة 5 ميلي نقول له اوكي نرجع تاني نقول له sketch على السطح ده normal 2 ونرسم circle هنا على نفس السنتر ده والدايمتر بتاعها ب5 ونقول له extrude لبرا 5 ميلي نشوف لونها كان ايه ونحط نفس اللون دي لونها كان ابيض هنجي هنا نخش عند appearance solid ونختار الابيض هنرسم بعد كده بارت الرابع بالright plane برضو هنرسم برضو نفس الشكل بس هتبقى المسافة من هنا هنا خمسة وتمانين ومن هنا الهن مية خمسة وتلاتين والمسافة من اللاين ده لللاين ده بعشر بعد كده نرسم هنا دائرتين دائرة من السنتر ده ودايرة تاني في اي حتة هنا ونقول له المسافة ما بينهم خمسة وتلاتين والدايمتر بتاع كل واحد فيهم بخمسة بعد كده نقول له امر extrude بخمسة ميلي ونقول له اوكي نيجي على السطح ده ونقول له sketch نرسم هنا من السنتر ده دائرة ونقول له الدائمتر بخمسة ونعمل لها extrude بخمسة ميلي واقول له sketch تاني على السطح ده ارسم هنا دائرة الدايرة دي القطر بتاعها خمسة هدوس على العين ديت وازهر الاكسس وارجع قل له smart dimension من الاكسس ده النقطة دي في 20 بعدين احدد النقطة دي نقطة دي واقول له انه هما horizontal كده بقت fully defined واقول له بعد كده extrude cut through all اوكي والاونها نفس اللون اللي موجود في الصورة ونلاقي اللون اوه نقول له هنرسم في ال write plane نرسم برضو نفس الشكل اللي رسمناه اخر مرة ونقول له المسافة من السنتر ده عد هنا بخمسين والمسافة بتاعت الاثنين line دول بعشرة ونرسم عند السنتر ده دايرة قطر بتاعها خمسة نرجع نقول له extrude بخمسة ملي نيجي تاني عند السطح ده ونقول له sketch ونرجع نرسم دايرة عند السنتر ده القطر بتاعها خمسة ونقول له extrude بخمسة ملي اوكي ونجي تاني نرسم على نفس السطح تاني نرسم هنا دايرة ونقول له dimension بتاعها بخمسة ونظهر من هنا الاكسيز ونقول له المسافة من السنتر ده السنتر ده 20 وكمان اقول له النقطة دي والنقطة دي horizontal وارجع اقول له extrude cut through all اوكي هندخل بعد كده على البارتة قبل الاخير وارجع اقول له برضو هرسم بالشكل ده كده هنا اوكي اوكي واقول له الديمينشن من هنا هنا بعشرة همسح دي واكمل كده من هنا هد هنا كده هو اقول له المسافة دي النقطة دي مع النقطة دي والمسافة دي بستين والمسافة اللي فوق بخمسة وعشرين باتنين المسافة من هنا لحد الأوريجين بعشرة والمسافة من دي اللي دي بخمسة وبعدين نرسم هنا دايرة في السنتر دا ودايرة تانية في السنتر دا ونقول له ان الدايرة دي دامتر بتاعها بخمسة والدايرة دي برضو دامتر بتاعها بخمسة والمسافة ما بينها وما بين الأوريجين فعشرة. والنقطة دي مع النقطة دي. بعدين هقول له ان المسافة من هنا. هنا. بتمانية. سمارت ديمينشن. المسافة. من هنا. عد هنا. بثلاثين. هندي له امر بثلاثة ميلي. هنا وهنا. ونقول له اوكي. بعد كده نعمل اكسترود. كمسة ميلي. ونديها اللون اللي كان موجود في الصورة. كده نكون خلصنا البارت القبل الاخير. نقول له نيو. نخش على اخر بارت عندنا. هنرسم برضو في الرايت بلين. هنرسم نفس الشكل. منظر ده. ونقول له المسافة من هنا لهنا بعشرة. ومن هنا لهنا بعشرة. وبعد كده نقول له اكسترود. خمسة ميلي. اوكي. ونقول له سكتش تاني على السطح ده. normal to. بعد كده نرسم دايرة عند السنتر ده. ودايرة تانية عند السنتر ده. ونقول له ندايرتين دول كل واحدة فيهم القطر بخمسة. ونقول له اكسترود بخمسة ميلي. اوكي. ونديها برضو اللون اللي كان موجود في الصورة. بعد ما نخلص كل البارت سيبوا موجودين عندنا بالشكل ده. هنفتحه. كده كل البارت سيبوا موجودين معايا في الصورة. هرجع اقول له فوق. make assembly. اوكي. وحط اول بارت. اللي هيكون fixed. طبعا لو قفل معايا الكانل اللي على الشمال دي. هرجع اقول له insert. ودوس على الدبوس اللي فوق. وارجع احط بقية البارت. وارجع احط بقية البارت. اقول له اوكي. ادي له بعد كده امر ميت. ما بين السطح ده. السطح ده. سيبقى concentric. وما بين السيرفز ده. والسيرفز ده. سيبقى constant. بعد كده اقول له ما بين. السيرفز ده. وده. concentric. مت السيرفز ده. وده. بعد كده اقول له. ان دي. concentric. وده مع دي. وده مع دي. والدايرة دي. مع الدايرة دي. concentric. وهنا برضو الدايرة دي. مع الدايرة دي. concentric. والسيرفز ده. والسيرفز ده. coincident. ممكن اقول له ان السيرفز ده. فاراليل. مع السيرفز ده. اقول له اوكي. وارجع اركب تاني هنا. دي هنا. واركبها النحية التانية برضو. واقول له ان السيرفز ده. مع ده. ده. واركب اخر جسم خالص. surface مع السيرفز. كده خلصنا التجميع. نجي اللفه. هنلاقيه مظبوط. بعد كده لو عايزين نعمل. موشن اناليسز او موشن فيها موتور. نعمل ايه؟ اول حاجة لازم نتأكد ان الاد انز هنا. عند الترس اللي فوق. الساهم اللي جنب الترس اللي فوق. ندوس عليها. وهنلاقي هنا ان السولد وورك موشن. متعلم عليها يمين وشمال. بعد كده بعد ما نعلم عليها يمين وشمال. ندوس اوكي. اول حاجة لو عايزين نعمل موشن. هقول له new motion analysis. new motion study. واضغط هنا على motor. واختار الجسم ده. وقل له مثلا همشيها بسرعة 30RPM. وقل له اوكي. وازود الفيديو 10 ثواني او 15 او 20 ثانية. وقل له day from start. وكده نكون خلصنا اول حاجة اللي هي الموتور. نقدر نسايف الفيديو. بعد كده لو عايزين نعمل motion analysis. ندوس هنا على motion analysis. بدل الانيميشن. ونرجع هنا ندوس كليك يمين. create motion plot. هنلاقي هنا عندنا. ونختار مسلا. ونختار مسلا. ونختار مسلا. ونختار مسلا. ونختار مسلا. مثلا. ونختار مسلا. ونختار مسلا. ونقل له اوكي. لازم اكون اغطى على هنا الاول. ده مثلا. ونختار مسلا. وهنعمل تاني نفس الكلام. للتورك. او للتورك. او للتورك. او للتورك. ونختار الموتور ده. ونقل له اوكي. يطلع لي الجراف بالمنظر ده. طيب دلوقتي لو عايزين نعمل. اقصد به. هنرجع تاني للموديل. ونقل له. اقصد به. ونجيب كده الشكل. ايزو مترك. ونضغط. اول حاجة على دي. ودي. ونقل له ونحركهم في الاتجاه ده. بعد كده اضغط على دي. ونقل له احركها في الاتجاه ده. واخر حاجة اضغط على الثلاثة دول وحركهم في الاتجاه بعد كده اقول له ارجع تاني واقول له نيو موشن ستادي واضغط هنا على وقول له اكسبلود خليها مثلا 15 ثانية اقول له فنش وابدأ وكده نكون عملنا الاكسبلود لو عايزين بقى نعمل من الايزومتريك ده دروينج نقول له ميك دروينج من الاسمبلي اوكي نختار مثلا الاسري ناخد الجسم ونسحب منه ونسحب منه تاني للبلان بعد كده هنختار الفيو اللي انا حطيته اول واحد واختار دي كده عشان خطر خطي ليه الهيدن لاينز وارجع تاني من هنا عشان اخد الايزومتريك ونزله واختاره ويبقى شايد ويبقى هنلاقي هنا الاييرز هندوس هنا ونعمل ثلاثة الاييرز اول الايير للسنتر تاني الايير للهيدن تاني تاني لير للتكست تالت لير للديمينشن ونختار مثلا للسنتر اللون الازرق والتكست اللون الاحمر والديمينشن دون الاخدر ونقول اوكي نبدأ باول حاجة بالسنتر واجي عند وقال له سنتر مارك واختار هنا الدوائر اللي عندها سنتر بعد ما اخترت الدوائر اللي عندها سنتر اختار الدوائر اللي زهر في السايت VU نعم طريق سنتر لين اشتركوا في القناة بعد كده ابدأ اختار الديمينشن اختار بعد كده دا وقال له موضل ايتم اختار مثلا الفيو دا وده 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 اقول له اوكي هيتطلعلي الديمينشن بتاعتهم ممكن نبعدهم عن بعض كده عشان يبقوا ظهرين اكتر وكده كده خلصت شرح وتوضيح المشروع بتاعي اللي هو عبارة عن الوايبر شكرا شكرا